هو الشخص الوحيد الذي حكم وكان حاكما على البلاد الإسلامية في الحكومات الإسلامية كلها الإمام وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه هو الشخص الوحيد الذي لم يأذن بمصادرة شيء من أموال الطرف الأخرى حتى ورد في التاريخ أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يأذن بأخذ ميلغ من أولئك وميلغ في اللغة العربية يقال للكوزة المكسورة الذي لا ينتفع بها الإنسان فيجعلون في هذا الباقي هذه كسرة الكوز يجعلون الماء لولوغ الكلب أجل الله الجميع هذه الكوزة المكسورة الذي لا ينتفع بها من قبل الناس يضعون في هذه القطعة من الكوزة المكسورة ماء لولوغ الكلب لشرب الكلاب الميلغ أي قيمة لها لا قيمة لها ولكن مع ذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يأذن بأن يصادر أصحابه بعد انتصار أمير المؤمنين في الجمل في صفين في النهروان لم يأذن لأحد من أصحابه أن يأخذ من أصحاب الجمل وصفين والنهروان حتى الميلغة وحتى الأقال الأقال قطعة حبل غير منتفع بها بالنسبة إلى أمور الناس ولكن يشد بهذه الحبل يد البعير ورجله هذا العقال الذي لا قيمة له أيضا أمير المؤمنين مثل هذا لم يأذن بأن يصادر من أصحاب الجمل وصفين والنهروان حتى أنه ورد في التاريخ أن أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد أن وضعت الحرب أوزارها كان هناك قدر وجدوه في المعركة فأصحاب أمير المؤمنين غسلوا هذا القدر وجعلوا فيه بعض الطعام وجعلوا هذا القدر على النار ليطبخ هذا الطعام وتجرأ إلى هذا الحد أصحاب أمير المؤمنين احترموا الإسلام واحترموا المسلمين حتى المسلمين الذين ظلموا وبدأوا الحرب وحاربوا وقتلوا أصحاب أمير المؤمنين بالألوف من أصحاب أمير المؤمنين قتلوا في هذه الحروب اجترأ أحدهم وجاء وقال ادعى أن هذا القدر لي وأريد أن أخذه فأجاز أمير المؤمنين صلوات الله على أن يأخذ قدره ما أنظف الإسلام ومع الشديد الأسف الدنيا لا تعرف هذا الإسلام لا تعرف نظافة هذا الإسلام وإلا كان البشر يتسابقون في المجيء إلى الإسلام كما تسابقوا في أيام رسول الله وأيام أمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه